تبدأ وزارة التموين والتجارة الدخلية صرف السلع الغذائية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر فبراير 2024 حيث تتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية لصرفها ضمن مقررات التموين من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية ضمن جهود الدولة لتوفير السلع المدعمة للمواطنين بدأت المنافذ التموينية بمحافظة الجيزة في صرف الحصص التموينية من المواد الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية لشهر فبراير ضمن مقررات التموين السلع كلها متوفرة لا يوجد أي مشكلة فيها ولا فيها زيادة أسعار ولا فيها أي مشكلة في نقص في المنتج السكر موجود و12 جنيه و60 إرش وده سعر استرشادي ليس المواطن المدفعة الثمنه إذن الزيت بـ 30 جنيه والمواطن المدفعة الثمنه سعر استرشادي بعد كده بقى بيقض بقى يعني لو هلول مجازة متابعة أربعة أفراد بيقض أربعة زيادة زيت وأربعة كيلو سكر وبقيد فلوسه بيقض 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 المنتجات اللي هو عايزه بقى اختياريه عملية صرف الحصص التموينية تأتي مع تشكيل مجموعات عمل من الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة للمرور بشكل دوري على كل الأسواق لمتابعة انتظام عمليات الصرف عندنا كل المنافذ تعمل النهاردة عندنا أكثر من 30 سلعة تمونية موجودة داخل منافذ تلك السلعة التمونية كلها تعمل المواطن يتقدم ببطاعته يأخذ السلعة التمونية على حسب عدد أفراده الأسعار سابتة زي ما هي دون تغيير في أي سعر سكر بـ 12 جنيه واستنارش نزل بـ 30 جنيه فميش تغيير في سعر أي سلعة منافذ تموين بالجيزة شهدت إقبالا من المواطنين ضمن 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية مع ضخ السلعة الغذائية بالشركات التابعة لوزارة التموين وترحها للمواطنين بأسعار مخفضة ترأس وزير البترول وثروة المدنية طارق الملة اجتمع مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز في اختام الدورة الجارية للمجلس بتشكيله الحالي أكد وزير البترول أن الجهاز نجح في التأسيس لمفهوم سوق الغاز من خلال تنظيمها عبر جهاز مستقل له دور هام في إيجاد التوازن بين الدولة في قطاع رئيسي في المنظومة وفتح السوق لدخول القطاع الخاص للاستثمار نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تداول قائمة بأسعار جديدة لكافة المنتجات البترولية بعد إقرار زيادتها وأكد إعلامي مجلس الوزراء أنه لا صحة لزيادة أسعار المنتجات البترولية وأن القائمة المتداولة مزيفة وغير صادرة عن أي جهة رسمية وأن أسعار كافة المنتجات البترولية المعمول بها وفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعيها الأخير ثابتة كما هي دون تطبيق أي زيادات جديدة عليها موضحا نو سيتم تحديد أسعار المواد البترولية سواء بالارتفاع أو الخفض أو تثبيت وفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي في اجتماعيها الدوري القادم والمقرر عقده خلال الربع الأول من العام الحالي وإلى سوق المال حيث أنهت البرصة المصرية تعاملات جلسة اليوم أولى جلسات شهر فبراير بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعملات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط الدولات مبلغت نحو 5 مليارات و200 مليون جنيه ربح رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى تريليونين و11 مليار جنيه وإلى مؤشرات البورصة حيث ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 54 من 100% ليغلق عند مستوى 284344 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 74 من 100% ليغلق عند مستوى 6630 نقطة وصعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 9362 نقطة في اسواق البترول ارتفعت اسعار النفط العالمية خلال التعاملات مدعومة باشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول بداية محتملة لخفض اسعار الفائدة ومع كشف الصين عن اجراءات دعم جديدة لسوق العقارات المتعثرة اتفعت العقود الاجلة لخام برينت بنسبة 55 من 100% لتصل الى 76 دولار و40 سنت للبرميل كما صعد خام غرب تاكسس الوسيط الامريكي بنسبة 5 من 10% ليصل الى 81 دولار و29 سنت للبرميل كذلك زادت اسعار المزوط العالمية بنسبة 73 من 100% لتصل الى دولارين و80 سنت للتر وسعدت اسعار الغاز الطبيعي بنسبة 10 من 10% لتسجل نحو دولارين و10 سنتات لكل مليون واحدة حرارية بريطانية اعلن مؤتمر الامر المتحدة للتجارة والتنمية انكتاد في تقرير له ان اقتصاد غزة قد يستغرق حتى السنوات الاخيرة من هذا القرن كي يستعيد الحجم الذي كان عليه قبل الصراع اذا توقف القتال في القطاع الفلسطيني على الفور فقد صرح انكتاد بان الصراع ادى الى تقلص 24% من الناتج المحلي الاجمالي اشتركوا في القناة